السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي يخلي شحن بطارية اللابتوب يكمل فترة اطول طبعا عشان اعمل الموضوع ده محتاج ان انا روح كاملة ستارت وافتح كنترول بانيل وافتح منها باور اوبشنز باور اوبشنز دي ليه خيارات الطاقة يعني انا بزبط الجهاز ان هو يستهلك طاقة دي طبعا انا اخلي البطارية تقعد فترة اطول بان انا هقلي الاستهلاكي للبطارية انا عندي وضعين اساسيين انا عايز البطارية تختار وضع يكون في استلاك الطاقة اقل فانا عندي وضعين الوضع الاولاني بالانسد اللي هو الوضع المتوهز يعني لا استهلاك لاي الاوي ولا كتير اوي وفي الوضع التاني اللي هو الباور سيفر انا اكيد هاختار الباور سيفر بحيث ان انا قلل استلاك البطارية طبعا اساسي ان البالانسد ده انا ممكن استخدمه لو انا موصل اللابتوب على الكهرباء على طول مش من غير بطارية واساسي اننا لازم نخليها باور سيفر لما اوصلها على البطارية من غير ما نكون وصلة في الكهرباء باختارها باور سيفر وابتدي اعدل فيه من هنا اختار البلان سيتنج وعدل فيه هلاقي ان كهرباء الجهاز لا وضعين اول وضع تاني وضع بلاك دي ان يعني شغال بالبطارية بس بلاك دي ان يعني حاطط الفيشة في البريزة يعني موصل كهرباء عن طريق الفيشة تمام منقلل الكهرباء عن طريق كذا خطوة اول خطوة فيهم دمزة ديسبيلي يعني ايه دمزة ديسبيلي يعني هنا انا مختار دمزة ديسبيلي دي ايه واحدة دمزة ديسبيلي يعني يخلي صورد الشاشة بهتا يعني يخلك الصورة تبهت لحد انت اول ما تحرك الماوس الصورة ترجعت بيض تاني او ترجعت تفتح تاني تمام فاول حاجة دمزة ديسبيلي ده خليه عند منت وبلاك دي ان اخليه عند اتنين منت مسا او عند خمسة منت بلاك دي ان بيش هفرق معانا قوي لان بلاك دي ان كده كده انت موصل في الكهرباء انما هنا المشكلة في البتاري انك انت ممكن تلاقي استلاك البطارية بتاعك عالي وما بتقعدش مدة طويلة ودشتيك من ده او يحصل لك موقف بسبب انك محتاج البطارية وفاجأت لها فصلت منها فالاساسي بالنسبالنا هو البتاري اول وضع قلنا ان احنا نزبط خفوت شاشة الكمبيوتر ان هي تخفت بعد مدة ولتكن دقيقة لو انت في ضلت ما تستخدمش الكمبيوتر دقيقة ما تدس على اي حاجة او ما تعملش اي حاجة فتخفت تاني حاجة وضع التالي ان الشاشة تطفيه اصلا اللي هي الشاشة تسود تمام؟ ده ممكن بعد اقتين تلات دقائق خمس دقائق طبعا انت بتزبط الاعدادات ديت على حسب او وضعيتك انت بمعنى انك ممكن تخليها مسلا مدة اطول او من دقائتين ممكن تخليها خمس دقائق لو كتب بطارية لسه فاشحن كتير انما لو كتب بطارية بتشطى بشحن اصلا فانت لازم ان تقلل بعد جده يعني تخلي الكمبيوتر في وضعية النوم اللي هي ايه وضعية النوم انك تفصل الشاسة والهارد تفصل الشاسة والهارد يعني ما توصلش للتنين كاربا يقول لتنين فاصلين طبعا التلات حاجات اللي احنا بنتكلم فيهم دول بمجرد ما تحرك الماوس وتبتدي تشتغل عالجهاز الجهاز بيرجع طبيعي تاني تمام؟ بعد كده بقى اكتر حاجة تسالك بطارية الجهاز او اكتر حاجة تسالك طاقة هي اللي هي سطوع الشاشة يعني الشاشة هتبقى زهية انا ممكن اقلل ايه الزهان ده او السطوع ده من هنا ماشي اعمل جهاز طبعا انا دلوقتي موصل على الفيشة فما حصلش تأثير بس انا بنجرب سوا لو هنا عملنا زهين ده سيف هنلاقي الشاشة قدامي اغمقت واستهلاك الكهربا بتاع حقل تمام؟ بقى ببتدي انا ازبط البرائتنس دي البرائتنس او البرائتنس بتاع الجهاز على الدرجة المناسبة لوضعيته دوقتي بحيث ان انا اقلل استهلاك الكهربا يعني لو فاضل في البطارية خمسة في المية لازم نقلل البرائتنس ده لقل حاجة ممكنة عشان البطارية تقعد معايا مدة اطول يبقى كده عارفنا ازاي نقلل استهلاك البطارية للكهربا عن طريق الاربع حاجات اللي قلناهم خفوت الشاشة وتيرنوفزة ديسبيلي والسليب بتاع الكمبيوتر والبرايتنس شكرا جزيلا لحصة استماعكم وارجو انكم تتابعونا على بتاعتنا على يوتيوب www.youtube.com سليش الزيكلة شكرا جزيلا لحصة استمتعونا شكرا جزيلا لحصة استمتعونا بالاحصة استمتعونا شكرا جزيلا لحصة استمتعونا